يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة حمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد موضوعنا اليوم إخواني أخواتي معرفة الله معرفة الله من أسمى المقامات التي يمكن أن يحققها الإنسان في حياته بل معرفة الله أصل الأصول معرفة الله الحقيقة الكبرى في هذا الوجود إذا تصورنا إنسانا تعرف على هذه الحياة تصورنا إنسانا عالما مدركا لكثير من حقائق الكون ولكنه إذا كان جاهلا لهذه الحقيقة الكبرى إذا كان جاهلا لمعرفة الله جل جلاله فإن معرفته لم تكون مثمرة وأن معرفته لن تسايده في الآخرة وقد تحقق له جزءا من السعادة في دار الدنيا ألفانية البشر ضاعوا في هذه الحياة عاشوا حالة كبرى من الضياع والتيه ولكن رب البشر الرحمن الرحيم أرسل النبيين والمرسلين لهدايتهم إلى طريق الحق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد وكانت هذه الحقيقة الكبرى وهذا الأصل الأصيل هو الذي جاء بها به النبيون والمرسلون كما في صورة الأنبياء في الآية 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ إذن معرفة الله مقام سامق معرفة الله ومعرفة لأكبر حقيقة في هذا الوجود نسأل الله عز وجل أن يعرفنا به وأن لا نضيع وأن لا نتيه يأتي شاعر كإليا أبو ماضي في طلاصمه في قصيدة الطلاصم يترجم هذه الحالة حالة التيه التي يعيشها أي إنسان في هذا الوجود ومما ورد في قصيدته ما يلي جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أن نقود لست أدري إلى أن يقول ولماذا لست أدري يقول مجيبا نفسه لست أدري إذن معرفة الله نعمة كبرى معرفة الله حقيقة كبرى كيف تتحقق معرفتنا بالله جل جلاله تتحقق بثلاث طرق الطريقة الأولى هي طريق الفطرة والطريقة الثانية النظر في وحيه الطاهر والطريقة الثالثة النظر في كتاب الله المنشور في كتاب الله المفتوح تتمثل الطريقة الأولى في الفطرة التي جوبيلا عليها الإنسان رب سبحانه عز وجل خلق الإنسان وغرصف الفطرة أنتعو معرفة الله هناك دائرتين في الحقيقة للإنسان دائرة الأولى تسمى دائرة التحقل والدائرة الثانية تسمى دائرة التصور أو التخيل أوضح هذه المسألة بمثال نختارضه مثلا أهل البيت مجموعة إحنا أفراد الأسرة كانوا داخل البيت ثم استمعوا إلى طرق بالباب يعني استمعوا إلى هذا الصوت هذا الصوت هو مدرك تدركه عقول الناس يعني اللي يرهم في البيت يفهمون أن هناك طارقا بالباب هذه هي الرسالة التي وصلت إليهم هناك طارقا بالباب لسماعهم لهذا الصوت وعقولهم حللت هذا الصوت وأدركت أن هناك طارقا بالباب هذه الدائرة تسمى دائرة التعقل أي عقل بشري يدرك هذه المسألة وقد اتفق أفراد الأسرة على إدراكهم لهذه الرسالة يوجد منهم أن هناك طارقا بالباب يعني الدائرة يدركت أن هناك طارقا بالباب وقد تقدموا أن هناك طارقا بالباب حتى كان يفهمون هنالك طارقا بالباب لكن هناك طارقا بالباب فإنهان سلطل أو يقتربا بالباب الدائرة يا جي سميس دائرة التعقل هذه الدائرة الأولى مستفهمناك يا عقال اتفق الجميع أن هناك طريقا بالباب إذن اتفقوا في دائرة التعقل ولكن إذا انتقل أفراد الأسرة إلى الدائرة الثانية وهي دائرة التصور أو التخيل يتخيل من وراء الباب طيب الآن ماشي واحد يفكر يقول هناك كاميرا ولا نتصور بشكل عادي يعني أن الأصل ما فيه لا كاميرا ولا شيء يبقى غير في فهمي هاتين الدائرتين وش يحصل إذا كان انتقلنا إلى دائرة التصور والتخيل كل واحد من أفراد الأسرة يتصور شخصا معينا واحد يقول لا رأي طرق الباب هو أخو نفلان واحد يقول لا ماشي هو ربما هو الجار ربما كاش مرة تقول لا الجار انتعنا اللي رايت طرق الباب لا ندري إذن فاختلف أفراد الأسرة في تخيلهم من وراء الباب في غير ديني ملمي يروح دن دائرة السنات يعني أنوي لن فيرث بوث ذا جذ مخالفنا كويا عقالا وسيني ذي كماتنا وسيني ذي فهباتنا وسيني ذي الجارنا وسيني كوليون ذا شو دي تخيل ذا جذ مخالفا مسفهاما ذي الدائرة الأولى دائرة التعقل ولكن مخالفا ذي الدائرة السنات دائرة التخيل اتفق أفراد الأسرة في الدائرة الأولى دائرة التعقل أدركوا جميعا أن هناك طريقا بالباب ولكنهم حينما تخيلوا من وراء الباب من وراء الباب هنا اختلفوا كلهم كل واحد يتخيل ما يشاء الآن ما هو الحل ما هو الحل الحل لكي يتفق الجميع في الدائرة الثانية كما اتفقوا في الدائرة الأولى لازم اللي وراء الباب هو الذي يعبر يعلن عن نفسه هو اللي يقولهم أنا فلان كي يقول أنا فلان انتهى الأمر الجميع متفق إذن اتفقوا أيضا في الدائرة الثانية تفهموا لماذا تفهموا لأن هذا الإنسان هو اللي قال أنا فلان وانتهى الأمر من المئة ربما مستفهما وذي الدائرة في السنة ما يلا وانا يلن في رثبورث وانا دير زان في اللي سن ادي انطق أسنيني ذنكيني ذي الفلاني هذا غاد مستفهما لماذا جبت هذا المثال فقط باش ندرك حقيقة أن البشرية اختلفوا اتفقوا واختلفوا اتفقوا في دائرة التعقل كي قالوا مثلا إجابة عن السؤال نحن مخلوقون إذن هناك خالق نكنينس وخلقد إلا وإذا غدي خلقا هذه الدائرة اتفق عليها الجميع لم يدعي شخص خلقه للبشر أو لسائر الكائنات إذن اتفق الجميع في الدائرة الأولى دائرة التعقل باللي نحن مخلوقون إذن هناك خالق نكنينس وخلقد إلا وإذا غدي خلقا فمسا تاقي مسفهم لك فلاس سوال لغنسن سلعقلنسن اتفق الجميع لماذا لأنهم أدركوا بمحض عقولهم أنهم إذا كان هم مخلوقين وهناك خالق خلقهم اتفق الجميع يلا ينتقلون الآن إلى الدائرة الثانية دائرة التخيل من الخالق حينما طرح الناس أو الخلق هذا السؤال من الخالق هذا يقتضي منهم أن يتخيل من الخالق فاختلف الناس كل واحد واشي تصور لذلك الآن كما تعلمون في تاريخ البشر كان لي يقول لك أنا لي خلقني القمر وكان لي يعبد الشمس كان لي يعبد الطبيعة كان لي يعبد القوى الكامنة وراء الطبيعة وندرك ذلك في تاريخ الحضارات الحضارات المختلفة الحضارة اليونانية الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة البابلية والحضارة الأكادية والحضارة الفينيقية جميع الحضارات وبلا استثناء هذه الحضارات أنتجت وأبداعت وتركت بصماتها في كثير من مجالات الحياة ولكن نقطة الضعف في هذه الحضارات هي هذه ما عرفوش أربي سبحانه ما عرفوش كل واحد بارون شيء يعني واش يتصور لذلك كان لي قلت مثلا كما العرب يقول كلات والعزة والقوة والهبل وكان لي قلت الشمس كان من يعبد الشمس من يعبد القمر من يعبد الريح من يعبد المطر من يعبد الحجر من يعبد البقر كل واحد واش يعبد لذلك اختلف الخلق لماذا؟ لأنهم تصوروا مني الخالق هنا اختلف الجميع نصد كل يو خلقه خاطر شي طبيعي زران باللي تخلقان مي أنوي ثني دي خلقان اسمي في ذا نستقساين نوي ذا خلقان مخلقان وسيقار ذي طيج ويعبد ذي طيج ويعبد ذي قول ويعبد الزرور ويعبد زران بالتاريخ العرب ذي الجاهلية ويعبد اللات والعزاء وقبل وهبل أي غرم خلفا خاطر كل يو يتصور يتخيل كل يو يتخيل كل يو يستخيل وإذا قد يخلقان يا الله نستحضر الآن المثال ذكرناه مسألة الطرق هنا اتفق الناس هناك طارق بالباب من الطارق اختلفوا الطارق هو الذي عبر عن نفسه وأعلن عن نفسه قال أنا فلان وانتهى الإشكال واتفق الناس في الدائرة الأولى الدائرة الثانية أما الآن بالنسبة لموضوع الخلق ربنا عز وجل هو الذي خلقنا ولكن البشر لا يعلمون وقد اختلفوا في معرفة الله وهنا الأمر يقتضي ولله المثل الأعلى أن الله هو الذي يصرح هو الذي ينطق هو الذي يبلغ ولكن كيف بلغ؟ بلغ عن طريق أنبيائه ورسله فكانت الكتب السماوية تتنزل والنبوات والرسالات التي تخبر بني البشر بأن ذلك السؤال المحير من الخالق؟ اسمعوا الجواب هو الله جل جلاله لا شريك له لذلك قلنا في مقدمة اللقاء أن أصل الأصول هو معرفة الله سبحانه وتعالى توحيد الله وإفراد الله بعبادته كما قال القرآن في سورة الإنبياء في الآية 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وكتابنا العزيز الذي لا يزال محفوظا كما أنزل بوعد الله عز وجل إِنَّا نَحْنَا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ هذا الوحي الطاهر هو الذي يبصرنا ويعرفنا بالله جل جلاله إذن بفطرة الإنسان ربي سبحانه عز وجل جاء بالاخ يعني فطر في الإنسان وزرع في الإنسان معرفة الله بمعنى لو طرك الإنسان بعيدا عن جميع المؤثرات الخارجية لأدرك بيقين بأن الله واحد جل جلاله فالفطرة الإنسانية السليمة تنسجم مع الوحي الطاهر لذلك سبحان الله مما قرأناه في التاريخ كلمة للمؤرخ الكبير اسمه بلوتارك ماذا يقول؟ يقول وجدنا في التاريخ مدنا بلا حصون وجدنا في التاريخ مدنا بلا مستشفيات وجدنا في التاريخ مدنا بلا مدارس ولكن ما وجدنا في التاريخ مدينة بلا معبد هذا الكلام يلخص هذا المعنى تماما بل للإنسان في تاريخه الطويل كان يعبد ولكن السؤال ماذا يعبد هل يعبد الله بحق ولا يعبد غيره والتاريخ أنبأنا أن الناس عبدوا كل واحد اختلفت عباداتهم كل واحد كان يعبد لذلك جاءت هذه الرسالات لترجع البشرية إلى جادة الحق والصواب إذن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بفطراتنا السليمة وقد قالنا بعض الصلاة والسلام في حديثه الشريف كل مولود يولد على الفطرة فطرة الإسلام كل مولود يولد على الفطرة بعدين تحدث عن المؤثرات قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه تأتي هذه المؤثرات الخارجية هي التي تجعل الإنسان يؤمن بهذا أو بذاك لذلك حصل انحراف كبير في مجال الإيمان ولا يزال الأمر إلى الآن هناك مؤثرات كثيرة تجعل الإنسان يضيع أو يظل وربما يكون سبباً أيضاً في ضلال غيره نسأل الله أن يهدنا جميعاً إلى سواء السبيل الطريق الأول طريق الفطرة والطريق الثاني لمعرفة الله النظر في كتاب الله الطاهر وقد أسلفنا بأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يزال كما أنزل مصداقاً لقوله تعالى إنا نحو نزلنا الذكرى وإن الله لا حافظون الكتب الأخرى للأسف الشديد نجد فيها بصمات البشر تكفي هذه الرسالة ولكن هذا الكتاب العزيز تكفل الله بحفظه ويسر حفظه للناس من خلال تنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم منجماً كما تعلمون على مدار ثوى عشرين سنة نبيع صلى الله عليه وسلم علمه وحفظه للصحابة والصحابة للتابعين إلى أن وصل إلينا ولا يزال ويبقى كذلك محفوظاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من أراد أن يتعرف على الله فليقرأ كتابه والحمد لله كما تعرف سادة الأفاضل سيدة الفاضلات كثير من الناس الله يبارك لدخل الإسلام من خلال قراءتهم لكتاب الله إما باللغة العربية كما أنزل بلسان عربي مبين أو بالترجمات المختلفة لغة الإنجليزية لغة الألمانية لغة فرنسية وكل اللغات والحمد لله الآن ترجمات رهي متوفرة بجميع لغات العالم لذلك اللي قرأ القرآن الكريم اللي هو اكتاب ربي سبحانه سوف يصل إلى معرفة الله ويني فغانا ذي السين ربي أذي غرى واليس ويني غرانا واليس أذي السين ربي ذي رحم ربي وإن كان مزالي في تيذير على كل حال ومذي يزيسي نام سي الحاجة رمضان في حفظ ربي بس الخير بس الخير إننا ديونس فرمو أشكيث ذي الموضوع إننا دي سلعه ذي اللان ذي الزبر لذي روي تسفرفيرا سلعه ذي اللان ذي الطورات ذي روي ذالين سلعه ذي اللان ذي الإنجيل الكتب السماوية جاءت بهذا الأصل الأصيل ما ذكرناه في سورة الأنبياء الآية 25 ولكن هذا الوحي الطاهر لا يزال قائما محفوظا إلى الآن بين أيدينا وإلى أن تزول هذه الحياة ويني فغانا ذي السين ربي ذي غرى والي سيشحل جمذانا إقغرا القرآن الكريم سلوغات المختلفة استرجمة المختلفة بعد يوظن شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن الكريم يهدي التي هي أقوام كما تعلمون جميعا قوله تعالى في سورة الإصراء في الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام لقى القرآن يهديه للتي هي أقوام سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجب يهدي إلى الرشد فآمنا الرشد كما العقل كما الحكمة يهدي إلى الرشد فآمنا به وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَى قرآن يهدينا والطريقة الثالثة طريقة النظر في مخلوقات الله عز وجل النظر في كتاب الله المنشور النظر في كتاب الله المفتوح النظر في السماوات في هذه الكواكب في هذه النجوم النظر في القمر في الشمس في النجوم في البحار في الأنهار في الطيور في هذه الأرض يعني كل هذه المخلوقات في الحقيقة تجعلون إذا نظرنا فيها نظرة قوية عميقة معمقة سوف نصل في النهاية إلى معرفة الخالق جل جلاله أو مما يقوي معرفتنا بالله عز وجل النظر في مخلوقاته قل سيروا في الأرض فانظروا إذن كلمة النظر والتأمل والتدبر هذه المصطلحات هذه المفردات بجميع صياغها وردت في القرآن الكريم أكثر من ألف مرة أولا لإبراز قيمة العقل في كتاب الله العزيز ثانيا لإرشاد الإنسان إلى استخدام هذه النعمة هذه الملكة التي منحنا الله إياها والتي إذا أحسن استثمارها سنصل إلى تحقيق المقصد إلى تحقيق الغاية إلى معرفة الله جل جلاله وآيات القرآن ترشيدنا إلى النظر وإلى التدبر أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أبدأ بصورة فصلت في الآياء 53 ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم الإنسان اللي يستخدم عقله ويتفكر في هذه السماوات ويضر في السماوات والأرض وهذه المخلوقات سوف يدرك هذه الحقيقة حتى يتبين لهم أنه الحق أم ذا المسخ كان اللي يستوالي هنوان الفخور الضيور أشو دي خلق ربك وفي الدونيث أذي من بلي الدونيث لكي مره لكي مره إيسانا مضبر إيسانا ويثي دي خلقا إيسانا مضبر سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من غالر صورة ياسين الآية 36 ربي ناد سبحان الذي خلق الأزواج كلها كلمة سبحان مردس للقرآن دلالة على التعظيم أما كان دي صورة الإسراء الآية الأولى بدنا ربي سبحانه في أمر الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني أمر عظيم نبأ عظيم سوف نستمع إليه بعد كلمة سبحان التي تفيد معنى تعظيم الله عز وجل أيضا في هذا الأمر أشو سينا دينا ربي سبحانه عز وجل دي صورة ياسين أي استوتاثين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الإنسان الذي وحضر بما يتولي كان وين دي خلق ربي سبحانه أذي وضر في السجي ثم قرانت إشارة إلى انبثاثة الزوجية في هذا الكون الفسيح ولكن ربي سبحانه اختمها قال ومما لا يعلمون في عالم البشر ندرك جميعا هناك ذكر وأنثى ذكرك ذنثى في عالم الحيوان ذكر وأنثى في عالم النبات في عالم السحاب في جميع العوالم ما نعلم وما نجهل وكلما ازداد علمنا كما قال إمام الشافعي كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي ولكن ذلك ربي سبحانه خسم هذه الآية بقوله ومما لا يعلمون لو اجتمعت علوم البشر لن لا يمكن أن تصل إلى المعرفة المطلقة على وجه الإطلاق إطلاقا روغي غارودي الفيلسوف الفرنسي الشهير نهار لدخل الإسلام قال واحدة كلمة حلوة قال لك يسموه رجل حوار قال لك أدركت كثيرا من العلوم والمعارف والفلسفات وكذا وكذا قال لك ولكن في الأخير أدركت بأن أي إنسان في الحياة لا يمكن أن يدعي يقول لك بل لي أملك بين يدي مفاتيح المعرفة المطلقة ثم استشهد بقوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا ربنا عز وجل بعثنا رسالة مهمة واجتمعت كل علوم البشر لا يمكن أن تدعي أنها أدركت كل شيء لذلك ربنا عز وجل قال ومما لا يعلمون مهما تطورت العلوم علوم الفيزياء علم الفلك علم الكيمياء علم الرياضيات كل علوم الدنيا مهما تطورت ولكن يبقى هذا الإعجاز القرآني قائما إلى أبد الآبدين ومما لا يعلمون والآية 36 تساوي الآية 49 من صورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين هذه إشارة تجعلنا نتدبر ونتفكر في مخلوقات الله عز وجل أنوال يسوال من النغ أنسخ ذمال لغ النغ أنسينا ربنا سبحانه عز وجل أم بعد دغل صورة الذاريات دايما ذي لايث السبع ربين والسماء ذات الحبك يعني عقل البشر إذا استجاب لهذا التوجيه الرباني في القرآن الكريم وكأن القرآن رسم ينفي دروت يعني لا في دروت ورقة طريقة وخارطة الطريق لتخل الإنسان يصيء الحقيقة في الآية السابعة رب قال والسماء ذات الحبك في الآية رقم 20 رب قال وفي الأرض آية للموقنين في الآية رقم 21 رب قال وفي أنفسكم أفلا تمسرون في أنفسكم ممكن واحد يقولك أنا ما قرأت الفيزياء ولا الكيمياء ولا علم الفالك ما نعرفش يا سيدي فكر في روحك فقط خمم أربي أعطلك العينين اللي يرهم تشوف بيهم أربي خلقاك وحضر بي أربي أعطلك السمع لتسمع به وتميز به بين أصوات البشر وبين جميع أصوات جميع المخلوقات أربي في كيه مزا ستميز يرأي الأصوات أتعقل سيسيم ذانا أربي أعطلك هذا الفم اللي رأي يتكلم ويخرج الكلمات التي تفهم من قبل الناس أربي في كيه ديميت أربي أعطلك هذا القلب اللي رأك تعيش به كي توقف تموت انتهى فكر في هذا سبحان الله أربي أعطلك هذا العقل الذي به تفكر به تخمم به تنتج الأفكار سبحان الله أربي أعطلك هذه الرئة اللي بها تتنفس أربي أعطلك كل هذا أربي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني أربي أعطلك وفي أنفسكم أربي أعطلك أربي أعطلك أربي أعطلك أربي أعطلك ثم يفر إليه ولا يفر منه أنتم تعرفوا تعرفوا جميع الإنسان كي يخاف من الحاجة يهرب منها وحدي يخاف من الحنش من الثعبان يهرب منه يخاف من الوحش يهرب منه ولكن إذا خاف من ربي يفر إليه ولا يفر منه لذلك ربي أربي أعطلك قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين سورة الذاريات الآية رقم خمسين الإنسان كي يعرف ربي ويروح لربي يكون في الأمام وين سننا ربي يقضى ربي أذير ولغا ربي أذيعيش ذي الأمان أما ذي الدني أما ذي الأخر ذي سنتو ذرين إثم زواروث نغذيث مجاروث ذو خام القرار الأمان في الدنيا وفي الآخرة ففروا إلى الله ثم تأتي الآية رقم خمسين وإذا ربي سبحانه يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إحنا إخواني أخواتي يذكر بعضنا بعضا يسن ينسى يغفل إذلك تأتي هذه الذكرى يذكر بعضنا بعضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ثم تأتي الآية التي تليها مباشرة الآية ستة وخمسين من صورة الذاريات ربنا يجيبنا عن سر خلقه لنا عن سر وجودنا عن المقصد الأساس لوجودنا في هذه الحياة تحقيق مقام العبودية ربنا قال في الآية ستة وخمسين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا سعد اللي يعرف ربي ويا سعد اللي وحد ربي ويا سعد اللي يعبد ربي لكن عابد لله هذا مقام سامق هذا مقام شريف نسأل الله عز وجل أن يعرفنا به وأن يجعلنا ممن يوحده ويفرده بالعبادة وفي الختام أسأل الله أن يتقبل الله الصيام والقيامة والصلاة وأن يتقبل سائر الأعمال الصالحات نسأل الله الرحمة لجميع الأموات ونسأل الله الشفاء للمرضى ونسأل الله لكم ولنا جميعا العفو والعافية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته